التحضيرات السياسية لثورة نوفمبر 1954 ميلادي بالولاية الرابعة التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات المبحث الثاني التحضيرات السياسية والعسكرية بالولاية الرابعة شهدت الولاية الرابعة الأخرى حملة من التنظيمات في الجوانب السياسية والعسكرية على وجه الخصوص تحضيرا لثورة نوفمبر 1954 ميلادي حيث عقدت عدة اجتماعات ودربت الشباب الثوري وحددت المناطق المناسبة للعمليات العسكرية إضافة إلى توفية العدة من أسلحة وطنابل إلى آخره المطلب الأول التحضيرات السياسية بالولاية الرابعة ألف اجتماع مجموعة الـ 22 عقد هذا الاجتماع في جوان سنة 1954 ميلادي بحيث صالانبي في منزل إلياس الدريش ترأسه مصطفى بن بوليد كان عدد المجتمعين 21 عضوان بالإضافة إلى صاحب المنزل وقد انبثت عن الاجتماع مجموعة الستة المتمثلة في محمد بوظياف ومصطفى بن بولعيد وديدوش موراد ورابح بيطاط والعربي بن مهيدي ثم انضم إليهم كاريم بالقاسم وهذه المجموعة تولت مسؤولية تفجير الثورة با اجتماع الخرائصية جولي 1954 ميلادي عقد بحوش الجاهم دورست فيه الجوانب التقنية للثورة ركز على تكوين متخصصين في المتفجرات وطرق استخدام السلاح وعملية القيام بحرب العصابات جيم اجتماع الرئيس حميدو اليوم العاشر الشهر العاشر سنة 1954 ميلادي اجتمعت لجنة الستة بلابوانت بيسترات سابقا وطررت فيه ترسيم التراب الوطن إلى خمس مناطق في المرحلة الأولى وتعين مسؤوليها ونوابها وتانت الولاية الرابعة كما يلي المسؤول أبح بيطاط النواب السويداني بوجمع وأحمد بوشعيب والزوبير بوعجاج اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد تما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آله محمد تما بايت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة